و ام местانك فورية ترنسفون او اخذ ك PAROULE هنبتدي الكلام بتاعنا على فورية ترنسفونسين بنعرف لفورية трانسفونسين اسه مرتفع antes و احنا لما نحدثك عن فورية ترنسفونس ، مرتفع انه على المتبنة به اسطلاق كونتينيوس اسطل weak وبناخد ناحية التانية السيجنال دي في الـ Frequency Domain الـ Omega الوحدة بتاعتها واحد على Time اللي هي Frequency وده يعتبر الـ Fourier Transformation بتاع X of t العلاقة بين الـ Fourier Transform والسيجنال الأصلية بتاعتنا بتتمثل بالشكل ده كده إن X of Omega بتسوي integration mass infinity to infinity X of t e to the minus j Omega t dt لو إحنا نجيب الـ Inverse بنجيبه بـ X of t بتسوي 1 over twice pi integration mass infinity infinity X of Omega e to the j Omega t d Omega اللي هي هنا بلاس سين وهنا فيه منس سين وتوايس باي اللي برا دي هي الاختلاف اللي بين الـ Inverse وبين الـ A الـ Forward Fourier Transformations السؤال برده لازم نسأله هل الـ Fourier Transformation ده موجود لكل أنواع الـ Functions أو لأي X of t اكشوري مش شرط في عدرة مجموعة من الـ Conditions كده ممكن نحنا نتكلم عليها ويعني منها نعرف إذا كان الـ Fourier Transformation ده موجود أو يعني ممكن نحنا ما نقدرش نحنا نجزم بكده أوكي فباسيكلي نقول إن هو بي exist يعني له وجود لو كان X of t d بنسميه Absolutely Integrable أو إن أنا لو خلت الـ Integration بتاع الـ Absolute Value بتاع X of t أوكي أو الحاجة التانية إن X of t has only a finite number of discontinuities أوكي as well as Maxima and Minimum أوكي طبعا الـ Two Conditions دول دول Mathematical Definitions كويس لو الـ 2 دول متحققين أوكي لو دول متحققين الـ Conditions دي أي واحد فيهم متحقق يبقى معنا كده بتكلم علي إن عندي الـ Fourier Transformation بالتأكيد يبقى موجود لو مش موجودين يبقى لا يعني لم أدرش أأجزم إن هو موجود بس ممكن يكون موجود أوكي مصد لم أدرش أأجزم يعني معناها إن لم أدرش أقول إن فيه أو مفيش أوكي يعني ممكن يبقى الـ Conditions دول ما يكونوش متحققين ويبقى الـ Fourier Transformation بتاعي موجود فعشان كده بنسمى الـ Conditions دي Sufficient But Not Necessary Sufficient معناها لو موجودين يبقى أكيد الـ Fourier Transformation موجود مش Necessary يعني معناها لو هم مش موجودين ممكن نستيل برضو الـ Fourier Transformation بتاعي يبقى موجود طيب علاقة بقى الـ Fourier Transformation بالـ Laplace Transformation دي حاجة برضو لطيفة جدا ممكن إحنا نبص عليها إحنا قلنا الـ Laplace Transformation هيبقى لقى علاقة بكل الـ Transformation إحنا هنتكلم عليها يعني هنلاحظ إن العلاقة بينهم في منطقة البساطة لو أنا بصيت على الـ Definition بتاع الـ Fourier Transformation هلاقي إن هو نفس الـ Definition بتاع الـ Laplace Transformation فيما عادة إن أنا هنا بدل ما حطيت S حطيت إيه؟ حطيت جي أوميج ففعليا ممكن نقول إن الـ Fourier Transformation بتاع X of T هو عبارة عن Laplace Transformation أو X of T لما S بتروح لجي أوميج أوكي لما S بتساوي جي أوميج أوكي أو ممكن أقول إن أنا لو عندي الـ Laplace Transformation بتاع X ممكن بس أعوض عن الـ S بـ J أوميجا ويبقى هو ده الـ Fourier Transformation أوكي فباسيكلي لازم طبعا عشان الـ Condition ده يتحقق عشان الكلام ده يتحقق لازم الـ Region of Convergence نحنا قلنا عليها مهمة جدا في الـ Laplace Transformation لازم إن الـ J أوميجا كيرف يبقى موجود فيها لازم الـ Value بتاعة S بتساوي J أوميجا تبقى included جوه Region of Convergence لو الـ S بتساوي J أوميجا دي مش موجودة في الـ Region of Convergence يبقى معنا كده صعب إن أنا أحسب الـ S عند الجي أوميجا أوكي لازم الـ Region of Convergence تنقلود الجي أوميجا line أو كل الخط اللي هو بتاع الـ Imaginary Access اللي عنده السيجما بتساوي صفر عشان أقدر أقول إن الـ Condition ده نقدر إحنا نستعمله ونقدر ندرايف الفورية ترانسوميشن من الـ Laplace ناخد مثالين كده على العلاقة بين الـ Laplace Transformation و الفورية Transformation المثال الأولاني X1 بتساوي U لو إحنا فاكرين من الـ Table بتاع الـ Laplace Transformation كان X1 كان بتساوي 1 على S في الحالة بتاعت U وكان الـ Region of Convergence بعتنا كانت الـ Condition بتاعها Sigma أكبر من الزيرو Sigma أكبر من الزيرو دي بتقول لنا إن أنا عندي الجي أوميجا كيرف اللي عنده سيجما بتساوي صفر ده مش إنكلودت جوا الـ Region of Convergence نتيجة الـ Condition ده فمعنى كده إيه؟ معنى كده إن إحنا هنا الـ X of S بتاعتنا does not include الجي أوميجا أكسس فمعنى كده Laplace Transformation cannot be used to find the Fourier Transformation مقدرش أجيب هنا الـ X of S زي كده وحط هنا جي أوميجا واقول إن هو ده الـ Fourier Transformation يبقى كده غلط أوكي؟ ده على فكرة مش معناه يعني إن إحنا ما نقدرش نحسب الـ Fourier Transformation لا ممكن نحسبه بس النقطة هنا معناه إن إحنا هنا ما نقدرش إن إحنا نستعمل لـ Plus Transformation عشان ندرايف منه الـ Fourier Transformation طب الإجزامبل الثاني e to the minus twice t u of t لما نروح برضو للتابل بتاعنا هنلاقي إن الكلام ده كان بيساوي اللي هو الـ Plus Transformation بيساوي 1 على S plus 2 وـ Region of Convergence بتاعتي Sigma أكبر من ناقص 2 دي معناها إن السجما بتساوي zero included فالـ Sigma بتساوي zero included دي معناها إن أنا أقدر أحسب الـ Fourier Transformation directly من الـ Plus Transformation هنأخد X2 of S دي وحط مدل كل S جي أوميجا على طول مباشرة أوكي؟ فنقدر نحسب الـ X2 of Oميجا ده هي الـ Fourier Transformation بتاعنا نيعابرة عن الـ X2 of S لما S بتساوي جي أوميجا اللي هتطلع بالشكل ده كده فده كده مثال لـ Example ما كانش ينفع نحسب الـ Fourier من الـ Laplace ومثال تاني لما كان ممكن نحسب الـ Fourier Transformation من Laplace طيب هنعمل برضو زي ما عملنا قبل كده في الـ Laplace Transformation هنعتمد على الكيرف بتاع الـ Fourier Transformation pairs ونحاول لما يجي عندنا Example أو أي عندنا مسألة أو عندنا function عايزين نحسب لها الـ Fourier Transformation هنستعين بالـ Table دوت اللي هو مجموعة الـ Transformation بتاعت ونجيب منها الـ Fourier Transformation من التابل مباشرة الحقيقة في الـ Fourier Transformation فيه ميزة لطيفة جدا مكادش موجودة في Laplace ان احنا عندنا نقدر لو احنا عندنا function شكلها عامل كده نقدر نجيب الـ Fourier Transformation على طول مباشرة ولو في عندنا function شكلها عامل كده يعني نقدر نستعمل الـ Table ده رايح وراجع هنشوف الكلام ده دي حاجة اسمها Duality هنتكلم عنها دلوقتي في الـ Properties بعد الـ Fourier Transformation فكل الأحوال احنا طريقتنا عشان نحسب الـ Fourier Transformation مش هنعتمد خالص على ان احنا نستعمل الـ Mathematic Expression بتاع الـ Fourier لان practically ما يعني بيبقى فعلا صعب ان في حالات كتيرة ان احنا نستعمله هنعتمد على ان احنا عندنا table وعندنا properties اوكي هناخد اي function جايلي علشان نحسب لها Fourier Transformation واشوف هي اني واحدة من الـ functions الموجودة عندي في table واستعمل الـ properties بتاعتي علشان نحولها للـ function دي او لمجموعة من الـ functions الموجودة عندي علشان نحسب لها Fourier Transformation مجموعة الـ properties دي برضو هتلاقي ان هي شبع الحاجات اللي احنا تكلمنا عليها قبل كده في الـ Laplace هي actually almost نفس الحاجة بس فيها عليها عشوات حاجات زيادة اوكي فيها حاجات مختلفة شوية هنا يعني تعتبر فيها مزايا اكتر من الـ Laplace transform لان هي يعني كل ان انا خليت الـ S بتساوي G-Omega بس بتجيب لي بعض المزايا ان انا ممكن استغلها وممكن ان انا استعملها بشكل يعني flexible عن اللي كان بيحصل في الـ Laplace transform اوكي فعندنا طبعا linearity جزء بتاع linearity وجزء بتاع expansion والcontraction in time والreflection حاجات دي كلها احنا كنا شفتنا حاجات شبهها في الجزء بتاع Laplace هنتكلم عنها دول بتفاصيل شوية لان فعلا دول هيساعدوني كتير قوي ان انا يعني استعمل الـ table بطريقة much more efficient واقدر اجيب لأي function عندي اقدر اجيبها الـ Fourier transformation بطريقة مبسطة اول property طبعا واهم الـ properties اللي عندنا اللي هي linearity طبعا احنا زي ما احنا شفنا اصلا في Laplace transform باسيكلي احنا عندنا Laplace نفسه كان linear operator طبعا كون ان انا الشبه اللي بين Laplace transform والـ Fourier transformation هلاقي طبعا superposition باردو still be hold في الـ Fourier transformation ويبقى معنى كده لو انا عندي function مكونة من alpha x زي بيتا y ممكن اقولي ان انا بيساوي alpha الـ Fourier transformation بتاع x of t زي بيتا الـ Fourier transformation بتاع y of t يعني اقدر ان انا استعمل الـ scaling والـ additivity واقدر اجيب الـ Fourier transformation لأي واحدة من الـ functions المكونة من مجموعة وكل واحدة انا عارف لها الـ Fourier transformation بتاع الـ property التانية اللي نتكلم عليها هي inverse proportionality of time and frequency الـ property بتتكلم على transformation بتاع x of alpha t لما يكون عندي x of t معروف لها transformation بتاع اللي هو x of omega طب x of alpha t دي بتروح لفين اتفاقنا x of alpha t دي بيبقى عندها كذا حالة لما يكون alpha عموما absolute value بتاع alpha اكبر من الواحد بكلم عليها انها contracted ويكون alpha دي اقل من واحد طبعا لازم تكون مش zero non zero بتبقى expanded expanded معناها انها بتبقى بتتتسع كده او بتبقى basic اكين باخد السجنة بتاعتي وبعمل لها expansion باكبرها اوكي بتوسع في time بنفس الشكل contraction معناها انها بتضغط في time لو هي فيه negative sign بتبقى reflected عموة reflected معناها انها بتبقى mirror image around اوكي 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 دي معناها ان انا دلوقتي لو انا كان عندي هنا alpha دي اكبر من الواحد لو فرض انها alpha بتساوي 2 هتروح لي عبارة عن 1 على 2 x of omega على 2 يعني بمعنى لو هي فيه هنا 2 يبقى معنى كده من ال condition ده هتبقى contracted هبصة لاقي بقى للناحية التانية في frequency domain هديها العكس بقى لان هنا دلوقتي فاكتور مضروف واميجا دي بقى 1 على 2 يعني بقت expanded يعني لو انا عملت contraction للسجنع بتاعتي بفاكتور of 2 هيبقى الفورية ترانسوميشن بتاعي يعني العكس بقى هيبقى بفاكتور of 2 فعشان كده متكلم على inverse proportionality لتايم ال frequency لما انا بخلي الفونكشن بتاعتي هنا تتغير تتضغط يبقى هنا تبقى اكسباندد ولو خليتها هنا تبقى اكسباندد هتبقى هنا هتتضغط اوكي فدي حاجة لازم اكون اواخد بالي منها كويس قوي لان هي دي برضو بتسهل عليها حاجة كتير قوي لو انا عندي في التابل اللي كان موجودة عندي بتاع الفورية transformation pairs لو عندي نفس الفونكشن وفيه هنا alpha يعني time variable بتاعي مضروف في constant كويس بقدر استعمل ال property دي عشان عدر احسب على طول الفورية transformation من غير ما انا اضطر عمل ايه ال integration بتاع الفورمال definition بتاع الفورية كمثال على الجزء بتاع inverse proportionality of time and frequency ده هناخد مثلا لو احنا عندنا ال input بتاعي x1 of t شكله عامل كده اوكي x1 of t اللي هو شكله عامل كده ده بيروح لي frequency domain شكله عامل كده اللي دي عبارة عن شكلها حاجة بنسميها gate gate function كويس ال gate function بتروح الناحية التانية الحاجة بنسميها sink function اللي هي عبارة عن sine x على x اوكي اوكي فلو انا اخدت نفس الشكل ده كده خليته expanded بالشكل ده كده يعني هنا كان من نقص 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 هنا من نقص اثنين لاثنين هلاقي ان الشكل ده الضغب بنفس الايه بنفس النسبة هنا انا عملت هنا expansion ب factor of cam factor of 4 اوكي هلاقي هنا contraction هنا ب factor of 4 برضو اوكي نفس الفاكتور هو هو بيتعاكس في frequency domain فهنا ده كان هنا narrow هنا كان wide لما خليت ده wide يبقى ده لازم يكون narrow اوكي ده اللي بنسميه inverse proportionality of time and frequency الجزء برضو المهم جدا 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 اللي بنقده نستغله بشكل يعني يعني فعلا جميل جدا في نحن نحسب foray transformation الconcept duality اوكي لو انا عملت interchange in frequency and time variables في definition of the direct and inverse foray transformation هنلاقي باسيكلي ان احنا عندنا similar equations اوكي معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان ال direct والinverse foray transformation are dual dual معنى ايه؟ لو انا عندي x of t بتروح x of omega capital x of omega يبقى معنى كده لو خدت نفس functional form بتاع x دوت capital x of omega ده وحطيت بدل omega t هيروح الناحية التانية لـ twice pi small x of minus omega اوكي يعني ايه كلام ده؟ يعني انا قلت مثلا for example انا كان عندي مثلا delta of t بتروح لواحد اوكي لو انا خدت function بتاعتي هنا في time بتسوي واحد يبقى تروح الناحية التانية twice pi delta of a of minus omega هنا مش هتفرق الحقيقة لان delta of minus omega هي نفسها delta of omega اوكي فيطلع twice pi delta which is very handy لان احنا كده بالمنظر ده لما بنيجي ان يبقى عندنا function عايزين احسب لها for a transformation مش زي ما كنت معا في la plus transform ببص على الجزء الشمال من الجدول لا ده انا ببص على جزء الشمال وجزء اليمين اوكي وبستغل ال duality property دي علشان اقدر احسب بيها for a transformation لبعض ال functions اللي مش موجودة عندي ناحية الشمال مش موجودة عندي في الجزء بتاع x of t بستغل ال duality property علشان اقدر احسب لل functions اللي هي شكلها شبه ال x of omega مش شكل مش شكل x of t كمثال على كده نفس الحاجة اللي كنا كنا كلمة عليها قبل كده اللي هي gate function gate function دي مفروض انها بتروح في ال for a transformation x of omega بتاعاتها بتروح ل sync function طب لو انا عندي sync function في ال time هتروح الناحية التاني حاجة شكلها ايه هتروح الناحية التاني حاجة شكلها حاجة عبارة عن gate function اوكي فدي ال duality ال duality معناها ان انا لو انا يعني خدت x of omega دي وقلت بدل ال variable ده هنا بدل ما كان عندي هنا في variable ده omega وقلت ده t يبقى معنا كده تروح لنافس الشكل ده بس ال variable هنا بدل ما كان t هي بقى omega اوكي يعني فيه interchanging للاتنين دول مع بعض فدي حاجة طبعا بتسهل علي كتير جدا وبتخليني زي ما بكنت بقول كده بقدر ابص في ال table للجزء a للجزء الناحية الشمال وهنا قد رح سيبها ال foray transformation من ال table ده ال property بتقولي ان انا لو gate لل function بتاعتي x of t دي وضربتها في e to the j omega node دي معناها ان هي مش omega دي معناها دي constant دي يعني ضربتها مثلا في e to the j twice pi t يعني constant ما بقاش في هنا omega دي omega node دي constant بتروح الناحية التانية لل foray transformation بتاع x بس shifted بوميجا نود يعني بالحاجة اللي موجودة هنا دي اوكي فدي طبعا حاجة مفيدة جدا بالنسبة لي علشان انا ممكن منها برضو لو في عندي function بتاعتي مضروبة في factor بالشكل ده كده اقدر بسهولة جدا رح سيبها ال foray transformation ويطلع عبارة عن shift طب دلوقتي لو انا كان x of t دي مضروبة في كوزين اوميجا نود t طبعا انا عارفين كوزين اوميجا نود t عبارة عن e to the j اوميجا نود t plus j to the minus j اوميجا نود t وكلام ده كله على اثنين يبقى معنى كده هاخد ديل واحدية وديل واحدية كل واحدة من two terms اللي هما بيعباره عن الكوزين ويطلع ان يتيجل كده ان ال foray transformation بتاع الفنكشن دي عبارة عن point five x of اوميجا مايز اوميجا نود plus x of اوميجا plus اوميجا واحدة جاية من e to the j اوميجا نود t واحدة جاية من e to the minus j اوميجا نود t اوكي فهي طبعا حاجة مهمة جدا طبعا فاكتور point five ده نبقى فاكرينه علشان يعني كوزين بتبقى نص المجموع two exponentials دول طبعا الجزء تال modulation ده جزء مهم جدا بنسبالنا لان احنا ببساطة بنتكلم على يعني ازاي نحنا نفس الفنكشن هي هي بنعمل لها shift and feed frequency لو انا خدت مثلا مثال function عبارة عن triangular function كده او triangular window كويس ضربتها في cosine cosine 10t يعني خدت الفنكشن دي ده ضربتها في 10t طبعا ال cosine هنا لما هتتضرب باسيكلي هتبقى الجزء اللي فيه صفر هنا وجزء اللي فيه صفر هنا هتبقى بصفر وطبعا هنا كل واحدة من فالجي اللي عندنا دي هتبقى هي عبارة عن amplitude بتاع cosine عند اللحظة بتاعتها اوكي فهيب عندنا ال cosine دي بتكبر لغاية لما توصل لـ peak يبقى كده تبقى تصغل زي ما احنا شايفين هنا طبعا الشكل ده معقد جدا لو احنا فكرنا ان احنا عايزين نحسب الشكل ده كده بالـ formal definition بتاع for rate transformation شكله هو معقد انما لو احنا افتكرنا موضوع الـ modulation property الـ modulation property يقولينا على طول ان الشكل ده طالما for rate transformation بتاعه شكله عامل كده اوكي ده عبارة على فكرة عن sink square لان هو ده عبارة عن integration بتاع gate function هنشوف بعد شوية الـ integration ده هيطلع لنا ايه بالضبط يعني برضه فده بيبقى شكله وقعا عن sink square function بالشكل ده كده فلو انا عملت له modulation بكوزين 10 t بقى معنا كده هبقى عندي 2 copies من الـ 2 copies من الـ من الـ 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 نتيجة لان الـ أميجا نوب بتاعتي هنا بتساوي 10 اوكي ونلاحظ ان الـ الـ فده طبعا بتسهل عليك كتير جدا ان الجزء بتاع multiplication بcosine وسine ويتو ده جي اوميجا ده بيبقى منتشر جدا في applications كتير جدا جدا طبعا في الاتصال هتلاقي فيها حاجات كتير قوي معتمدة على الكلام ده بس احنا عندنا مثلا حاجات زال ultra sound imaging نلاقي فيها برضو ان احنا محتاجين ان احنا نكونسدر الـ ده ونشوف الإفاكت بتاعه عامل ازاي على السيجنال لو احنا بصينا على السيجنال وحاولنا نحسبها الـ الـ هنلاقي ان احنا في حاجة عندنا مهمة جدا في الرياضة اخدناها كنا بنسميها الـ لو انا عندي بريوديك سيجنال نقدر نعملها expansion in terms of e to the j أوميجا نوت t والهارمونيك سبايت كم ممكن برضو ناخد الكلام كنا بنعمله زمان برضو in terms of cosines وسines يعني يبقى في عندي terms of cosines بس كان في برضو expansion in terms of e to the j أوميجا نوت t والهارمونيك سبايت هارمونيك سبايتها معناها انها multiples من أوميجا نوت يعني هتبقى فيها أوميجا نوت واثنين أوميجا نوت وثلاثة أوميجا نوت وهكذا ومينس طبعا بتاعتها فمعنى كده لو انا عملت expansion ده لأي periodic signal x of t يبقى معنى كده انها هي نفسها عبارة عن مجموعة من coefficients دي كلها constant مضروعة في الـ a في الـ functions اللي هي كل واحدة فيهم بتعبر عن certain frequency موجودة عندي في الـ a في الـ periodic signal بتاعتي فنتيجة لكده ونتيجة للـ linearity لو احنا فاكرين linearity كنا بنعمل فيها ايه linearity معناها ان انا عندي مجموع signals يبقى معنى كده الـ Fourier transformation بتاعهم هو يعني مجموع Fourier transformation بتاع الـ individual signals فمعنى كده ان هنعمل Fourier transformation لكل واحدة من دول اللي هي من الـ table اللي هي كل واحدة من دول بتروح لـ delta of omega minus k ويبقى معنى كده الـ Fourier transformation مجموع من الـ impulses مجموع من الـ impulses دي عند omega node و 2 omega node و 3 omega node و 4 omega node و ناقص omega node و ناقص 2 omega node و هكذا فدي حاجة رطيفة جدا ان هي بتقول لي ان الـ periodic signals في الـ Fourier transformation تلوح لـ sampled signals يعباره عن مجموعه من الـ delta functions عندي مش موجودة في كل الاماكن موجودة عندي عندي يعني multiples of omega node بس مش موجودة في اي حتة تانى هنسبت دا من الـ duality كمان ممكن نسبت ان عندنا sampled signals لو انا جبت لك سيجنال شكلها عباره عن كده مجموعه من الـ delta functions اوكي و minus infinity انفينيتي على طول مدي والتي نقول انها هتروح لحاجة شكلها عباره عن periodic signal يعني signal عندي periodic هتروح لـ sampled ولو هي sampled هتروح لـ periodic دي مهمة جدا جدا نحن نخليها في ذهننا علشان بتفهمنا حاجة كثيرة جدا و هنأعتمد عليها الحقيقة في الجزء بتاع لما نجي نتكلم على الـ على سبيل المثال لو انا خد signal بتاعتي عباره عن حاجة بالشكل ده كده يعني عباره عن حاجة شكلها عباره عن triangular function لو انا قلت ان triangular function دي شكلها كانت في free domain شكله عامل كده شكلها عامل كده شكلها عباره عن sinc squared لو انا خدت منها حاجة شكلها periodic بالمنظر ده كده هلاقي الناحية التانية الـ Fourier transformation بتاعها هيبقى عباره عن samples samples معناها ان هي عند نقاط محددة عند 0 omega node و plus 2 omega node و 3 و 4 يعني كل الحاجات لـ integer multiple of omega node و omega node by definition هتلاقي ان هي عباره عن period بتاعتنا اللي هي اللي هنا دي يعني twice pi على period بتاعتنا اللي هنا دي اوكي فباسيكلي بقى عندي دلوقتي بقيت عارف ان انا الـ Fourier transformation بتاعي مش موجود في كل حتة دلوقتي لا ده موجود في اماكن محددة معرفة بـ multiples of omega node يعني عندي omega node والهارمونيكس بقى اوكي فلو انا فرضا عندي الـ Fourier transformation بتاعي بتاعي triangular function معروف يبقى كل اللي علي يعمله ان انا اجي احسب القيمة بتاعتي عند الـ omega node اللي هي اللي انا عاوزها وعند اتنين اميجا node وعند داتا اميجا node وهكذا ويبقى هو ده الـ Fourier transformation بتاع الـ periodic version من الايه؟ من الـ function دي واحدة برضو من الـ properties المهمة جدا الموجودة عندنا في الـ Fourier transform اللي هي بتقول لنا ان احنا نقدر نحسب الانرجي بتاع بتاعت بتاعتنا في الـ time او في الـ frequency مايبقاش في اي تغيير في الـ 2 خالص يعني لو انا حسبت الانرجي بتاعتي في الـ time او حسبتها في الـ frequency الـ 2 لازم يساوي بعض لو انا شفت الـ energy definition احنا كنا شفناه في الجزء بتاع السيجنلز هو عبارة integration minus infinity x of t squared اوكي اللي هي الـ absolute value squared او في الـ frequency domain اللي هو عبارة 1 over twice pi x of omega كل ده squared اوكي الكلام ده ده لازم يساوي ده اوكي فده بيقولنا ان احنا عندنا اكشوري ان الـ Fourier transformation ده orthogonal transformation يعني ما بيغيرش اي حاجة من الـ characteristics بتاعتي خالص اوكي ويعني اقدر ان انا استغل الـ property دي ان انا لو عايز احسب الانرجي بشكل ابسط ممكن احسبها في الـ domain اللي شكله فيه شكل السيجنل فيه مور compact يعني مثلا لو عايز احسب الانرجي بتاعت مثلا سيجنل شكلها مثلا سينك فونكشن السينك فونكشن دي شكلها معقد جدا في الـ time domain لان اقام مايس انفينيتي انفينيتي لو عايز احسب لها الانتجريشن بتاعي اللي هو هنا ده هتطر انتجريت مايس انفينيتي انفينيتي لسيجنل يعني ما هياش شكلها لطيف كويس انما لو انا خدت السيجنل اللي هي السينك فونكشن دي وحسبت لها الـ x of omega بتاعتها هلاقي الـ x of omega اللي هو الـ Fourier transformation بتاعها هلاقي شكله عبارة عن gate gate دي عبارة عن finite support signal وفي منطقة البساطة ان انا احسب لها الانتجريشن بتاعها او الانتجريشن بتاع الـ square بتاعها في اسهلنا كتير ان احنا نحسبها في الـ frequency domain ان احنا نحسبها في الـ time domain فدي الحقيقة بنسميها الـ condition ده و بنسمي الـ property دي بنسميها الـ Percival's theorem أو Percival's energy conservation ودي الحقيقة بنستغلها في احوال كتيرة جدا عشان نحسب بعض الـ integrations او بعض الـ conditions اللي فيها الـ energy عاديين نعرفها كويس في الـ domain اللي بيخلي شكل الـ integration ده ابسط بكتير من الـ domain الـ property تارية للـ Fourier transformation هو لو احنا عندنا real value x of t هلاقي عندي ان magnitude بتاع الـ Fourier transformation هنطلع even function of omega ولا ان الفيس بتاعي يطلع odd function of omega طبعا دي بتبقى حاجة لطيفة جدا ان انا ببقى يعني وانس ان انا عارف x of t بتسوي كذا بقى قادرة على طول ابقى عارف الحاجات اللي موجودة عندي في الـ Freed ومن شكلها عامل ازاي اوكي وطبعا احنا بنتكلم على ان يعني magnitude spectrum يبقى معنا كده energy power spectrum اللي هو square بتاع x of omega برضو بيبقى ايه لو احنا بنتكلم عليه هنا يبقى اكيد برضو يبقى ايه شكله symmetric طبعا لو احنا عندنا real value مش real value بقى حاجة يعني complex value x of t هلاقي عندي العكس بقى ان هو مش موجود يعني بلاقي عندي الكلام ده بيبقى symmetry ده مش موجود والبرضو اللي هو odd symmetry ده برضو مش موجود من هنا برضو احنا ممكن لو احنا عندنا فوري transformation وشايفين ان هو symmetric في المغنيتود واضد في في الفيز يبقى معنا كادر استنتقى على طول مباشرة ان انا عندي الفنكشن بتاعتي في time بتبقى real function برضو condition بتاع الconvolution احنا كنا شفناها في برضو هنا بيهولد نفس condition هو هو من فيش ايه اختلاف هلاقي عندي لو عندي x بتconvolve مع h اوكي y بتسوي x هلاقي ان y بتسوي x times h فمعنا كده احنا برضو ممكن برضو نعمل نفس العلاقات بتاع transfer function اللي احنا كنا شفناها في laplace transformation ده نعملها هنا برضو بمعنى ان انا قدر احسب h j هي عبارة laplace بتاع h عند s بتساوي j او ممكن احنا نقوب بنفس الشكل اللي احنا شفناها هناك في laplace ان احنا عندنا h بتساوي y omega على x او ممكن نقولها على طول مباشرة ان h هي عبارة عن laplace transformation مباشرة و h t نفس الحكاية بزبطة فيش اي اختلاف فدي طبعا نفس property دي بتدينا القدرة نحنا نحل differential equations ونعمل نفس الكلام اللي كنا بنعمله في الجزء بتاع الابلاس transformation عشان نبسط الحل بتاع linear time invariant systems الجزء بتاع الفلتريشن هو برعا حالة خاصة من من ال systems اللي فيها ببقى عايز مجموعة من frequencies تبقى تعدي ومجموعة تانية متعديش اوكي فاحنا المشكلة بتاعتها في الفلتر design ان احنا how to design h of omega او h of يعني h of s او h of omega اللي اتنين هنا بقوا رايبين من بعض بحيث ان هي تبقى rational function of omega اوكي وبتستسفى certain specifications that allow getting rid of noise اوكي والspecifications بتبقى عادة given frequency domain اوكي ويبقى ال output بتاعي ساعتها عبارة عن h of omega اللي هو filter transfer function بتاعتي times the x of omega هناخد امثلة على very common filters اللي احنا ممكن نلاقيها عندنا في signal processing وبنستعملها كتير حتى في الالكترونيكس اوكي لو احنا بنتكلم على low pass filter اوكي وده احنا بقى بنتكلم على ideal filter احنا basic بقى عايزين مجموعة من frequencies من اول zero لغاية frequency معانا اتعدي والبقى ما اعديش فbasically ممكن اعمل h of low pass of j omega بتتوي واحد بين يعني في frequency range اللي انا عايزه ال low pass frequency range اللي انا عايزه والبقى يبقى بيساوي صفر نفس الكلام ممكن اعمله في band pass filter نفس الكلام ممكن اعمله في high pass filter اللي هو في عندي frequency low frequency ما بتعديش ونفس الكلام انا ممكن اعمله في band reject filter او not filter الاحظ حاجة مهمة جدا ان انا بتكلم هنا على يعني بتكلم هنا على النص اليمين من الايه؟ من الاميجا طبعا لو بتكلم ان انا بقى filter real signals يبقى معنا كده لازم الجزء التاني اللي هو ناحية الشمال الجزء بقى اللي هو فيه negative omega يبقى symmetric مع الجزء ده وعادة في الفلتر بقيتنا بحاول اخليها real فدايما الجزء الشمال بتاعي بيبقى basically mirror image من الجزء ده يعني يبقى symmetric version من الايه؟ او يعني mirror image من الجزء اللي ناحية ده من ده؟ فاللوباس filter هيبقى بارعا حاجة شكلها كده؟ يعني يبارع من ناقص اوميجا واحد لغاية اوميجا واحد البند باس هيبقى عندي هنا اوميجا واحد اوميجا اثنين هيبقى عندي ناحية تانية في النقص او في negative اوميجا من ناقص اوميجا واحد لغاية ناقص اوميجا اثنين وهكذا ده علشان نخلي الفلتر بتاعنا نبساته نخليه real filter يبقى الكونفشنز بتاعه تبقى real الفورية transformation برضو فيه عنده time shifting property نفس الحاجة اللي احنا كنا شوفناها في اللابلاس transform لو عندي x of t بتروح لx of omega لو عندي shift بمقدار t note ده بيروح الناحية التانية multiplication في e to the minus j omega t note اوكي لو احنا فاكرين الكلام ده في اللابلاس كان عامل ازاي؟ كان بيروح ل e to the minus t note في s او في s في t note اوكي فانا هنا basic نفس الحاجة بزط بس احطيت j omega بدل s طبعا لو كان عندي هنا دي plus t note يبقى معنى كده اكدنا هنا t note دي بتساوي نقص t note فمعنى كده بيبقى فيه هنا بدل ما كان فيه هنا negative بقى فيه positive sign اوكي ده مهم جدا وممكن action احنا نجيبه من duality given the modulation property لو احنا فاكرينه modulation property كان بتقولينه لو في عندي x of t multiplied by e to the j omega node t اوكي كان بيروح الناحية التانية لcapital x of omega نقص omega node اوكي احنا لو عاكسناها بقى هنا لو عملنا هنا dt وd omega هتبقى هي نحصل modulation property فاحنا ممكن نسبة time shifting property دي actually من modulation property باستعمال دي والتي كمثال على كده لو خدت الفنكشن x of t بتاعتي عبارة عن ايه delta of t minus tau plus delta of t plus tau delta of t minus tau بتروحها اطول e to the minus j omega tau اوكي ودي تبقى ايه to the plus omega tau لان انا عارف ان انا عندي هنا delta of t نفسها for rate transformation بتاعها عبارة عن واحد اوكي فانا هضرم هنا في e to the minus j omega tau وهضرم هنا في e to the j omega tau هنا minus j omega tau وهنا plus j omega tau اوكي نتيجا هنا في minus sign وهنا في plus sign نفس ال property اللي احنا كنا شفناها قبل كده في la plus transformation اللي ايه موجودة عندنا هنا برضو اللي هي differentiation and integration property لو انا باخد derivative اللي هو nth derivative لx هيبقى عبارة عن g omega xn x of omega اوكي انا بتكلم هنا لو احنا فاكريم في differentiation property في la plus transformation كان عندي دي كان بتروح لxn x of omega given ان يعني كان الكلام ده برضو كانوا ملاخد في اعتبارنا ان هي zero initial conditions اوكي فاعتبر برضو هنا zero initial conditions برضو موجودة لو انا بعمل integration بقى كنت بروح هناك واحد على s x of omega هنا يبقى واحد على g omega في x of omega بس هيتضاف لها بقى حاجة function for initial condition او اللي هي value بتاعت الاكس بتاعتها عند الزيرو بتسوي كام الزيرو دي علشان بتكلم على دي 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 سي فاليو بتاعتي اوكي لان هي عند zero frequency دي دي سي فاليو بتاعتي اوكي فانا لو عندي function ما هياش لها دي سي فاليو زي مسلا ساين ويف ولا حاجة يبقى معنا كده جزء ده يبقى بساوي صفر اوكي فباسيكلي هي الحساب بتاعها لو احنا حسبناها x of zero d هي عبارة عن الانتجريشن ماس انفينيتي انفينيتي اكس اف تي اوكي دي لو احنا بصنا لها كده هي عبارة عن الـ Fourier transformation at omega بتسوي صفر لو احنا فاكرين الـ Fourier transformation كان فينا e to the minus j omega t لما احط الـ omega بتسوي صفر معنا كده هتبقى e to the minus j omega t تبقى بتسوي واحد فيطلع لنا الـ value دي اوكي فدي برضو احنا ممكن نستغل لها ان احنا لو عندنا functions والـ functions اللي عندنا دي عبارة عن derivative من function موجودة عندنا في الـ table يبقى قد رحسب منها على طول من الـ table على طول مباشرة باستعمال الـ property دي احضر رحسب الـ Fourier transformation بيساوي كان نرجع تاني بقى للـ table بتاعنا عشان نفتكر بقى الحاجات اللي احنا شفناها فيه دلوقتي احنا كلمنا على جزء بتاع linearity كلمنا على جزء بتاع expansion or contraction in time منه على فكرة رده نحسب reflection مباشرة عندي اكس اف ناقص t هتبقى هنا الفا بتسوي ناقص واحد الفا بتسوي ناقص واحد معناها معنا كده دستيل هيفضل زي ما هو لان ده absolute value انما جوا هنا هيبقى عندي بدل ما كان عندي اكس اف اوميجا هيبقى عندي اكس اف ناقص اوميجا اوكي يعني عندي هنا reflection في الـ time بيروحلي reflection في الـ frequency الـ parcival's theorem نفس الكلام حكي لاننا عليها الـ energy of time بتسوي الـ energy of frequency الـ duality معناها لو خدت الـ functional form بتاع الـ Fourier transform as a function of time هيروحلي الـ function form for time as a function of frequency الـ differentiation for time يعني ممكن احنا كل لسا بنكلم عليه من شوية الـ slide اللي فاتت لو عندي frequency differentiation بقى بعملها بالـ duality من الـ differentiation for time اوكي هي نفس الحكاية بظبطا فيش اي خداف في الـ duality تطلع بنفس الشكل ده كده الـ integration برضو نفس الكلام integration كنا نتكلم عليه برضو انه هو يعني عباره عن X of omega على جي اوميجا زائد الجزء اللي بيعتمد على الـ DC value بتسوي كامل الـ time shifting بنضرب في complex exponential بقيمة الـ shift بتاعتي اللي موجود عندي الـ frequency shifting اللي هي الـ modulation هي بزبط ممكن اعتبرها الـ duality بتاعت الكلام ده او ممكن نسميها الـ modulation property لو احنا حبين الـ modulation ممكن نجنراليزت اكتر شوية ان احنا نخليها كوزين بس الكوزين هي في الاخر نقدر نحن نفكها in terms of 2 من e to the j omega not t لها تبقى e to the j omega not t minus e to the minus j omega not t على 2 فنقدر نحن تبقى plus اسف e to the j omega not t زائد e to the minus j omega not t على 2 فمعنى كده راح ستبقى ايه يعني بقى 2 من d بقى واحدة minus واحدة plus والـ sign هتبقى نفس الكلام بالزبط بس يبقى عندي بدلا ما يكون عندي d plus d هيبقى عندي d minus d وفي عندي j هنا بره كمان لو في عندي periodic signal هتروح عندي ناحية التانية هتبقى sample مجموعة من delta functions ولو احنا كنا برضو حطينا duality property هنا يبقى معنى كده لو عندي sampled function يبقى تروح الناحية التانية شكلها ايه periodic لو ال x of t بتاعتي real اوكي يبقى معنى كده يبقى عندي في even magnitude و odd phase الconvolution property يعني الconvolution في ال time domain بيروح عندي multiplication في frequency domain لو انا ضربت عندي multiplication هنا في ال time هيروح عندي الconvolution في ال frequency طبعا دي عبارة عن duality بتاعة الجزء اللي فوق ده لو انا عندي هنا z of t بتساوي x of t y of t بعد ناحية التانية هتروح ل x of omega convolve مع y of omega الحاجة اللي موجودة عندي هنا فدي عبارة عن نفس نفس الconvolution property بس استعملت معها duality فدي الحاجات الاساسية ال cosine transformer وال sine transform ما هواش مهمة او بنسبالنا يعني هنعتبر ان هما استعملهم مش كتير او زي بقيت ال properties اخر حاجة خالص هنتكلم عليها في ال foray transformation هو how to obtain the inverse ال inverse هنا في غاية البساطة اللي هو معتمد على duality property duality property معناها انها دلوقتي ال forward inverse لاثنين dual كويس و كنا رقينا من ال condition بتاعنا في الجزء بتاع ال duality دوت ان احنا عندنا لو عندنا twice pi x of omega بتروح ناحية التانية x of minus t اوكي فباسيكلي هممكن اللي نعمله اللي احنا يعني بجل بساطة لو احنا عندنا ال function بتاعتنا of omega اللي هي inverse foray transformation بتاعنا هنعمل نفس الحاجة اللي كنا بنعملها بالظبط في ال forward foray transformation اوكي وما فيش اي اختلاف خالص يعني الفرق الوحيد اللي هنا نحنا بدلا ما كنا بناخد x of omega ونروح بيها يطلع لنا transformation وخلاص كده لا احنا هناخد transformation يطلع لنا ده نحط فيه ناحية التانية minus t اوكي فهي فعليا ال procedure بتاعت ال inverse foray transformation مش هنلاقيها مختلفة كتير عن الطريقة اللي كنا بنحسي بيها forward foray transformation فده طبعا فيه اختلاف كبير بينه اللي كان معتمد اساسا ان انا باخد functional form بتاعي اللي هوه في شكل rational function وكنت بعملها partial fraction expansion هنا مش بيحتاج نعمل كل الكلام ده اوكي كل محتاجين نعمله نحنا برضو من ال table هنشوف ال inverse foray transformation بتاعنا او transformation بتاعنا اللي موجود عندنا ده function form بتاعته عاملة ازاي ونستعمل ال duality property علشان نقدر نجيب ال time function وكل اللي بنعملنا نحن نغير بس ال time function تبقى مجرد انها تبقى ايه هتبقى inverted هتبقى برعا reflected time function تي بدل عندنا تي لو احنا بصينا على ال function form بتاع ال inverse foray transformation نلاقي ان هو ده اللي بيقولهولنا بالظبط ان احنا لو حطينا في ال function form ده حطينا بدل تي حطينا minus تي هنلاقي نفس ال function form موجود بالظبط طبعا هنلاحظ ان فيه اختلاف صغير برضو يعني twice pi دي مش مهمة قوي بس يعني عن متل حاجة الاساسية هي ان ال function form بتاعي اللي موجود هيبقى هو بس من ال time function اللي بجيبها من ال table اوكي فالجزء دوت احنا في ال inverse foray transformation مش بنعمل حاجة مختلفة عن ال forward احنا مجرد ان احنا بنستعمل نفس ال characteristics الموجودة عندنا في ال table او نفس ال function الموجودة عندنا في ال table عشان نحسب ال inverse زي ما كنا بنحسب ال forward foray transformation بالظبط الحقيقة الجزء بتاع ال foray transformation من اهم الاجزاء اللي اي حد بيشتغل في signals and systems او في digital signal processing او في application ثانية كتيرة جدا جدا بيستعملها فاحنا مثلا في ال m or i هنلاقي نفسينا معتمدين تماما على concept foray transformation لان كل حاجة في الجزء بتاع ال image reconstruction معتمدة ان احنا نفهم كويس قوي يعني ايه foray transform وعشان نقدر ان احنا نعمل ال proper construction لل signal بتاعتي ينصح ان انتو تجربوا كتير بيديكو في الجزء بتاع ال foray transformation عشان الناس تبقى familiar بيه وتجرب على اسئلة كتيرة بحيس ان هي تبقى بعد كده لما يجي لها اي function form تقدر ان هي تستعمل ال table وتستعمل ال proper toay transformation عشان تقدر توصل انها تحسب ال foray transformation بتاعه بيساوي كاما ففي مجموعة من الاسئلة ينصح ان الناس تبص عليها لشان تحاول ان هي تفهم ال foray transformation اكتر وتبقى more familiar بيه اشتركوا في القناة